هذه أبرز العناوين أنباء عن تعاقد الوداد مع وحيد خلال زاتش لتعاود المهد النفطي مفاجأة جديدة في لائحة المنتخب المغربية وليد راقراجي يستقر على بدل نصير مزرع ولوديتين البرازيل والبيرو والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس أنباء عن تعاقد الوداد مع وحيد خلال زاتش لتعاود المهد النفطي ذكر موقع عن فوسبور أن البوصنة وحيد خلال زاتش المدير الفني السابق للمنتخب المغربية يقترب من قيادة النادي الوداد الرياضي في المرحلة المقبلة وأضاف ذات المصدر أن بعض مسؤولي الفريق الأحمر يضعون خلال زاتش الذي تم إقالته من المنتخب المغربية خيارا أولي لتدريب الوداد بسبب التوضع الذي ظهر به خلال المباريات الأخيرة منذ تولي المدارب التونسي الحالي مهد النفطي قيادة الفريق وسبق للبوصنة وحيد خلال زاتش أندرب باريسان جرمان وراجأ الرياضية كما أشرف على تدريب المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي خلال عام 2019 ونجح في التأهل إلى المونديال كما قد المدارب البوصني منتخب المغرب خلال 28 مباراة بمختلف المسابقات حقق فيها 18 فوزا إضافة إلى 8 تعادلات وهزيمتين فقط مفاجآت جديدة في لائحة المنتخب المغربي يضع الناخب الوطني وليد رجراجي آخر لمساته على لائحة المنتخب المغربي التي من المرتقب أن يكشف تفاصيلها في السادس عشر من مارس المقبل وكشفت مصادر مطلع أن رجراجي سينادي على مجموعة من الأسماء التي غابت عن المنتخب المغربي خلال كأس العالم 2022 بهدف تحضيرها في أفوق المشاركة في كأس أمم إفراقية 2024 وذكر مصدر جامع مسؤول أن وليد رجراجي سيعقد ندوة صحفية بمركز المؤتمرات التابع لمركب محمد السادس الدولي بالمعمورة في السادس عشر من الشهر المقبل للإعلان عن قائمة المنتخب المغربي التي من المنتظر أن تشمل نحو 35 لاعبا بغية تجرب بعض اللاعبين الذين سيتم استدعاؤهم للمرة الأولى فضلا عن عودة بعض اللاعبين الذين لم يرافقوا منتخب المغرب إلى منذ القطر بسبب الإصابة أو لأسباب تقنية وفق اختيارات الناخب الوطنية كما هو الحال بالنسبة لطارب تسودالي لعب جينيكا البلجيكية وعمرا اللوزا لعب واتفورد الإنجليزي وآدم ماسينا لعب أودينيز الإيطالية وكشفت صحيفة العربية الجديد أنه من بين الأسماء التي ستحضر لأول مرة للمنتخب المغربي اللاعب إسماعيل سيباري الناجم أيندهوفن الهولندي والتي جرت مراقبته من قبل الطاقم التقني لأصود الأطلس وخاصة مساعدة وليد رجراجي رشيد بن محمود وغارب أمزين ويدخل المنتخب الوطن المغربي يوم العشرين من مارس المقبل معسكرا إعداديا قبل التوجه إلى مدينة طنجا لملاقة منتخب البرازيل في الخامس والعشرين من الشهر ذاتها على ملعب ابن بطوطة بداية من الساعة العشر ليلا على أن تشد بعضة الأصود الرحل في اليوم الموالي صوب العاصمة الإسبانية مدريد لملاقة المنتخب البيروفي في مباراة ودية تانية بملعب واندا ميتروبوليتانو معقل نادي أطلسيكو مدريد في الثامن والعشرين من الشهر ذاتها وليد رجراجي يستقر على بديل نوسير مزراوي لوديتي البرازيل والبيرو استقر الناخب الوطني وليد رجراجي على بديل اللاعب نوسير مزراوي استعداد لوديتي البرازيل والبيرو في شهر مارس المقبل وكشف مصدر مقرب من الطاقم التقني للمنتخب المغربي أن وليد رجراجي تلقى خبر مشاركة آدم مصينة في مباراة فريق إدونيزي بإنتر ميلان لحساب منافسة الدور الإيطالي لكرة القدم بارتياح كبير لما يشكل هذا اللاعب من قيمة مضافة للمنتخب المغربي وأكد المصدر النفسه أن مصينة سيكون بديلا لنوسير مزراوي في مركز الظاهر الأيصار مضيفا أن مدارب المنتخب المغربي يعتبر مدافع أدونيزي أحد الخيارات المهمة في وديتي البرازيل والبيرو ومن المنتظر أن يواجه المدير الفني للمنتخب المغربي الدعوة إلى لاعبين جدد قصد الوقف على مؤهلاتهم الفنية والبدنية ومدى استعدادهم لحمل القمص الوطني في المرحلة المقبلة أزمة بين السيس ومدرب بشكتاش والأخير أبلغ الإدارة بعدم الاعتماد عليها اندلعت أزمة بين الدولية المغرب رومانسيس ومدرب فريقه بشكتاش التركية وفق ما كشفته تقارير إعلامية محلية وذكرت صحفة حوريات التركي أن المدرب التركي شينول جونيش أبلغ إدارة النصور بعدم رغبته في الاعتماد على السيس بعد عودة النشاط الكروي الذي توقف حاليا بسبب الزلزال الخطير الذي ضرب البلاد وأبرز المصدر ذاته أن جونيش أرسلت قريرا للإدارة يعلمها بقراره الجديد موشيرا إلى أن أصل المشكل بين الطرفين يعود إلى عدم امتتال السيس للنظام المدرب وأبرز أيضا أنه منذ عودة عميد الأصود من المشاركة في نهائية كأس العالم قطر 2022 والمدرب التركي في شناءن معها بسبب عدم تفهم الطرفين على بعض الأمور التكتيكية ليعلم إدارة بشكتاش بعدم الاعتماد عليه مستقبلا وينتهي عقد السيس مع بشكتاش السنة المقبلة بعدما انتقل إليه حرا من وولفر هامتون الإنجليزي الصيف الماضي ويعد من الأسماء المعول عليها في تشكلة الفريق التركي إذ لعب هذا الموسم 16 مباراة في الدورة المحلية وتألق السيس مع المنتخب المغربي في كأس العالم حيث قد خط الدفاع إلى غاية مباراة فرنسا في نصفة نهائية الذي غاب عنها بسبب الإصابة بعد تلقيه عدة عروض من أندية أوروبية وأسيوية العين الإماراتي يفاجئ صفيان رحيم بقرار جديد يستقطب اللاعب المغربي الدولي صفيان رحيمي لعب العين الإماراتية أنظار العديد من الأندية الأوروبية والسعودية بعد ظهوره الكبير مع فريقه الحالية في الدورة الإماراتية حيث يعتبر اللاعب المغربي من أبرز اللاعبين المحترفين وكشفت مصادر إعلامية متطابقة أن المهاجم المغربي تلقى عروضا عديدة من الدورة الفرنسية والصينية إضافة إلى الدوريين القطري والسعودية في الفترة الحالية لكنه لن يترك فريقه الحالي وسيبقى في نادي العين الإماراتي لفترة أطول وقدمت إدارة نادي العين الإماراتي للمهاجم سفيان رحيمي عقدا جديدا لمدة ثلاث سنوات بامتيازات مالية كبيرة لحمايته من السفر إلى الخارج وأضف المصدر نفسه أن سفيان رحيمي تلقى عدة عروض أبرزها لوريان الفرنسي ثم السنغالين السويسري والنصر السعودية والعربي القطري والشاندونج الوينيغ السطيني وغب رحيمي عن تشكيلة المنتخب المغربي في موندي القطر بسبب اللاعب مع العين الإماراتية حيث كانت المنافسة قليلة مما دفع المدرب وليد راقراجي إلى تفضيل الاعتماد على اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية هذه أبرز العناوين أنباء عن تعاقد الويداد مع وحيد خلال زيتش لتعاود المهد النفطي مفاجأة جديدة في لائحة المنتخب المغربية وليد راقراجي يستقر على بديل نصير مزرع وليويد دياتي البرازيل والبيرو موسيقى 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 موسيقى